السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتبنا لنا الفيديو اللي يجبركم في أحسن الأحوال. شوف معي هنا يجازيكم بخير. كتشوف هالترخيطة هذي ديال يا ايا كتبان يوسف بقالي. هالترخيطة هذي هذي البطاقة البنكية ما عنداشي أرقام هنا يتسلسلية. أو لا عفوا ذلك الأرقام اللي كنشريو بيوم. وفي اللور ما عنداشي ذلك الرقم ثلاثة ديال الأرقام اللي به كن نحتحكمه بزاف ديال الكود ديالنا ولا في بيع الشراء باش ما يسترقناش الكارتة. هذي ديال يعني هاد الكارت هذي آآ واعرة بنسبة لبنادم اللي باغي يعملها. باش ما يتسرقنوش الفلوس دياله اونلاين. آآ اليوم بعدها احنا الخميس اليوم سبعة وعشرين رابيع لأول آلف وارمية خمسة واربعين هجرية لموافق لي ناش اكتوبر الفين وثلاثة وعشرين ميلادية. الموضوع ديال اليوم غادي نحضروا على البطاقات البنكية بريباغو لمسبقة الدفع. علاش باش مليتكم كتشري اونلاين ما يسرقو لكش الفلوس ديالك وما يسرقو لكش البطاقة او حتى يسرقوا مثلا المعلومات اللي في البطاقة. فمستحل انهم يستعملوا لك البطاقة او حتى يستعملوها فما غاديش يجبروا فيها الفلوس. على هيدا هي كتسمى آآ يعني بطاقة البطاقة مسبقة الدفع. هدي واحد من ميتة منهم. علشان هنضروا على هذا الموضوع هذا. حيث البارح كما اشتوا فنسرقوا لهم المعلومات للبطاقات البنكية ديالهم من الموقع ديال ايروروبا شريكة الطيران اللي كانوا يشيروا البيعاء دي ولكن سرقوا لهم المعلومات ديالهم. على هيدا اليوم غادي ن نهدر على الطرق لتفادي انه الهاكر يسرقوا لك المعلومات ديالك او المعلومات ديال البطاقة البنكية. فعلى بركة الله نبدأ. كي بحال دائما غادي ندخلكم معي الهنايا للشاشة الصغيرة باش تشوفوا المعلومات انتوما بنفوسكم. اذا هنا كما كتشوفوا هدي بعدها خطلات هي اللولة كما كتشوفوا هنا هاد البطاقة ديال كوريوش ديال البريد الاسباني اللي بزاف ديال الناس كيستعملوا خصوصا المغاربة. فلا انصح بها انا صراحة شوفت بزاف ديال الخبراء الاسبان في المال والاعمال والامور البنكية ما كينصحوش باستعمال ديالها ولكن هاد الفيديو ديال علاش ما استعملوها نخليوها من فيديو اخر. الان غادي ندوز ونشوفوا البطاقات اللي يعني اه كان نصح ان الواحد يستعملها للشراء اونلاين. فاول ما نبدأ به هي هادي النيت اللي وريتكم انا ديال البنك ديال البيبيوية. علاش لانها اه كاتبة لي من بين احسن الطرق باش تشري اونلاين. هاد البطاقة هادي القابلة للاعادة الشحن هو اكتر امنة يعني هي امنة ويعني تقدر كتشرجيها انت بنفسك يعني اه ما شي عندك تمال الفلوس ديال الشهرية او لجامع شي باركة يدخل شي واحد ويهرف لك على الحسيبة كاملة. اذا شنو? علاش كنا صاحب هاد تستعمل هاد البطاقة هادي فاولا انت تحكم في اموالك كمالا وكانت في محفاظتك. يعني كتتحكم انت في الفلوس ديالك. مسبقة الدفع ما غاديش تنفق الاموال كتر من هادك اللي شرجيتي فيها. مستش تلبيه كيعمل مياد الاورو عاد ميو جوج ديال الاورو متعلان. غادي تمشي غاديش تشري البيين مياد الاورو قاد فيها جوج ديال الاورو. فارد انشي واحد قدار يدخل يسرق لك المعلومات منها. فما غاديش يقدر انه يسرق كتر من ذاك الشي اللي بقاتل. ما غاديش اورو مهم شات. ولكنه خايدك راه ما يقدرش يديها وغادي نشوفه سبب علاش. الى درجة الدفع مع بطاقة بالبطاقة ستضيف راحة البلع. ستكون مرتاح على يعني ما تنفقش كتر من الف الفلوس اللي فيها. يعني المميزات الاولى ديالة انك ما عديش تسرق كتر من الفلوس اللي فيها. اعادة التعبئة يعني باش تسرجها سهلة. شنو هي تسرجها يا اما من الحساب ديال كديركس ديال البوية كتدوز لها. يا اما يعني عن طريق الاتصال بالتليفون هذا اللي كتشوفوه هنا يا او لا لا بغيتي تمشي تخرج بره الكاخيرو تحط فيها الفلوس. الشحال ديال الفلوس كتقدر تحط فيها. كان واحد المينيمو يعني تبدأ 100 ديال الاورو حتى الاف ديال الاورو اللي كتزيده في البطاقة بلا ما تحتاج جيستيفية بلا ما تحتاج تقول علاش بلا ما تحتاج تقول اه شنو هو السبب يعني كتشترج فيها او صافي. اه كما قلنا كتخلص على حساب الفلوس اللي عندك فيها. ودائما اه يعني عندك الامكانية ديال انك اه تشترجها الى تسانها منها داك الفلوس هذا. وخيكم باقي فيها 600 الاورو كتقدر تمشي تزيد فيها الف ديال الاورو. واحسن حاجة كما قلت لكم هو ما عنداش هنا يا الارقام باش تحتش واحد ما يسرق لك. اذا بغتي الارقام ديالها مثلا انك تحتاج بشي بايع او شرية فكي يجدك شي في الابليكاسيون اللي عندك في التليفون ديالك. هذا فيما يخص الناس اللي عندهم الحساب مع البيبوية. الناس اللي عندهم الحساب مع البنكو ساباديل. فحسن البنكو ساباديل عنده بطاقة مسبقات الدفع. هاد البطاقة هاد هي الحل امثل باش تشري كذلك اونلاين وانت مرتاح البال. واكتر من ذلك هاد البطاقة ديال البنكو ساباديل. اذا طلبتها كهدية كتقول لهم. اشتا 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 ترخي تلاكيرو الرغالو. مكيجيش فيها حتى السمية ديال الحامل ديال البطاقة. اه ديال البنكو ساباديل. اه نفس المميزات اللي عند البطاقات المسبقة المسبقة الدفع ديال بيبيوية عند هادي. شنو هي هو انك حتى كتشارجي عاد كتقدر تشري بيها. يلا كانت زيره رغم ما كتشري شي بيها. وكتشارجي على قد البيع او الشرية ولا على ديال المشترى اللي غادي تشري متاع لحسب ثمان ديال بي في هاد الحالة اللي كنا نضروه احنا يا. باش اه تخرج جولة باش يتكون عندك هات البطاقة. فالشروط هي انه السا ديال الاورو من اللي كتطلبها. والعامل الاورو التاني ما كتخلص حتى شي حاجة. حتى كتسالة ما كتدوز عامين كتخلص عشرة ديال الاورو باش كيجيبولك واحدة اخرى اه 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 جديدة. بالنسبة للشحن فكتبدأ من خمستاش ديال الاورو يعني باش تشريها. فالاقل ولا المينمون اللي خصوك تحك فيها هو خمستاش ديال الاورو. هدي بالنسبة للناس اللي عاملين الحساب مع البنكو اه سباديل. الناس اللي عاملين اه الحساب مع اه لاكيشا. حتى هما كذلك عندهم الحق يخرجوا واحد ترخيطة بريباغو. يعني اللي عندها تقريبا نفس المميزات. هناك يقول لك بوركي ترخيطة بريباغو. علاش مثلا غدي نعمل هات ترخيطة هدي مع البنكو دي لاكيشا. اول حاجة مراقبة النفاقات. فانت هو اللي كتتحكم كما قلنا مقبل في النفاقات ولا في القسطوش ديالك. علاش لانه يعني ما غديش تشري كتر من ذاك شي اللي مشارجي في الترخيط ومن اللي تسالة اه بتغيط الحال الفلوس اللي عندك في ذاك الترخيطة فدائما كي الامكانية انك تزيد تعمر في ذاك الترخيطة هاتك. اه الطريقة ديال انك تزيد فيها الفلوس سهلة يا اما انت من الابليكاسيون ديالك كتدوز من الحساب الاريجين اللي عندك هاد الكارتة هادي ديال الكيشا او لا اه من الكاخيرو او لا كتمشي لبيرو الوفيس وكتقول لهم راه باغي ندوز من الحساب ديالين هاد الترخيطة هدي. وهكدا كتشري بطريقة امينة. هنا اه بامكانك كدريك يقول لك عنده واحد المميزة اخرى ولميزة اخرى هو انك تقدر تليشارجي هات الترخيطة عن ميزة ديال المسبقة سانتندير تا هو الناس اللي عملين الحساب مع البنك ديال سانتندير حتى هم يقدر يطلبوا البطاقة ديال البريباغو هاد البطاقة ديال البريباغو ديال البنكو سانتندير سنشوف المميزات دياله وشانه اللي يخصك المميزات خلاص راح نعرف نهارا تقديما كيتشابه ولكن سنشوفه الشروط دياله فانتك يقول لك هنا يعني اللي عملت سانتندير ترخيطة هاد البطاقة البنكية كتتتحكم في النفقات ديالك هناك يقول له سين كميسيون ديميسيون يعني ما كتش يتخلص عليها باش يجيبوها لك ولكن كتعرفوا البنك دايما الرخصو يبدي معك شي حاجا فهنا كيقول لك المنتيني مينتو كل عام كتك تتخلص عليها عسرة ديالالالالور ولكن اذا حسبت يوم وقارنت يوم كاملين كتجي عسرة دالالالور في العام في جميع الاحوال تقريبا يعني رخصك تتخلص عليها سين كميسيون بور ريكارجا هناك يقول لك هاد الكارتة ديالالالبنكو سانتندير ما تستشي تخلص من تكون عتح فيها الفلوس وهنا فين كي يجي ديالالالوريوس فيما كتحط الفلوس رخصك تحط واحد الباركة كي يقطعها لك ما كتحط فيها الفلوس هنايا الميني ممكناش يعني قدر تحشي فيها واحد الأورو والماكسيمو تسعمائة ديالالالورو ما تفوتها لاترخيطة سينبيا كونونسا دولي سيرو على ريكارجا بويلر رياليسا يعني مليك تشرجها فما كتتشي انك تتخلص عليها بحال يقول البنكات كامية ما كيتخلصوش من الكفر الحالة ولكن اه كوريوشي انك والكير كاسي كيفاش كيفاش تشرجيها يا اما تمشي لكاخيرو ديالالبنكو سانتندير وتحشي فيها الفلوس اللي باقي تدوزن هال الكارتة هادي او لا بلابليكاسيون او لا من الانترنت يعني اونلاين او لا بالتليفون بطبيعة الحال كاخيرو دوماتيكو يباركو كمبرا فورما ما رابيدا شي موهب ان المعلومات تتعاود كاملة اه يعني بحال لأبنك الاخرى تقريبا اذا كما شدتو اربعة ديالالترخيطات مسبقات الدفع بامكانك تستعملها هنا في اسبانيا عنا ديالالبنكو سابغيل عنا ديالالكيشا وكدليك ديالالبنكو سانتندير حسنا هنا نكون فلط الاخر ديال الفيديو ديالي ولا عندك شي جريبة مع اه بطاقة او البطائق المسبوقات الدفع الاسبانية فا اه شاركها معنا شكرا بزيزا فالحسن المتابعة والى فيديو قادم ان شاء الله الحمارة